قبل ما تسألني هجاوبك بخصوص جهاز الريدمي نوت 10 الريدمي نوت 10 هياخد تحديث اندرويد 13 وهياخد تحديث MIUI 14 فلا تقلقوا اليوم في الفيديو هذا اجعنا تحديث جديد والتحديث الجديد اللي اجع بيجأ دائما التحديثات لما نتصل ابتصل للمي بايلوت وهذا التحديث برقم جديد على الاندرويد نفسه وهو الاندرويد 12 والتحديث 13.0.11 وهذا التحديث الان متاح للمي بايلوت واذا كان فيش في مشاكل هيكون متاح الى الجميع في هذا الفيديو هنتطرق الى التفاصيل التحديث لا تنسى الدعم بالاعجاب لانه انا لما بعمل فيديوها فعن جهاز معين واحد بزاته بلاقي الاعجابات بتروح ما بعرف وين بتقع فعشان ما تقعش الاعجابات خلي الاعجابات ما تقع امسكها وحط لايك وخلينا نبدأ الى التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تي في بلس اهلا وسهلا بالجميع انا الان موجود على قناة ايهاب تي في بلس وعندي قناة اولى اسمها ايهاب تي في المحتوى التكنولوجي بامتياز نفس المحتوى ونفس كل شيء فاذا انت مشترك هان او مشترك هان فعندك هنا ايهاب تي في وهناك ايهاب تي في بلس خلني ابدأ بركة الله الاعدادات حول الهاتف التحديث 13.0.11 وهو التحديث للمي بايلوت الاندرويد نفس الشيء الاندرويد 12 الشكل اللي انت شايفه اماك هقول لك اياه في اخر الفيديو ان شاء الله بالنسبة للتحديث اطلعوا معي هان التحديث اللي سابق كان 295408 تمام الحرارة تفعل 8.4 واربع درجات الاربع في المية نزلت البطارية هذا بالنسبة للتحديث السابق 295.000 احفظ بعدين اجا التحديث اجا اللي هو الجديد 11 بعد ما اجا 11 صار 295.480 حوالين بعض طلعوا معي هان الحرارة تقريبا نفس الشيء وارتفعت حوالي 8.4 ولكن هذا فحص اللي هو الرام وكيف القراءة والكتابة كويس طبيعي نيجي نوفي لاحظ هنا في هنا قراءة اجت رهيبة قراءة اللي اجت الرهيبة الحرارة ارتفعت بس 1.6 ونزلت 3 البطارية ولكن بعدها ايه 294.000 حوالين بعض 95.24 ما تفرق كتير بعدها ايه 296.000 والحرارة نفس الشيء والبطارية بدل اربعة صارت هنا ثلاثة فلذلك الحرارة هتعطيك تقريبا في المتوسط هو هو الحرارة والاداء نفس الاداء ولكن ايش اختلف معنا اختلف معنا اللي هو السلاسة السلاسة بالنسبة لفتح وغلق التطبيقات في هذا التحديث 13.0.11 اصبحت السلاسة افضل السلاسة احسن فيه ان الانيمياشن اللي موجود امامك طلع معي هان هذا الانيمياشن من الثيم الانيمياشن هذا اذا انت مش حاطه عندك بدك يظهر اللي هو فتح وغلق الشاشة شاشة القفل بس فيها الانيمياشن هيكون هتيجي على جوجل بلاي وتكتب set edit وتفتح set edit وبعد ما تفتحها هتيجي على حاجة بتنيها الان حاجة اسمها م اي يو اي هوم انايمياشن ريت تنقر عليها هي بتكون اتنين بتيجي على edit وبتكتبها واحد وبتعمل save وبعد هيك بتعمل اعادة تشغيل الجهاز بعد بتعمل اعادة تشغيل للجهاز هيصبح عندك الانيمياشن بالشكل اللي انت شايفه امامك تمام تمام مركز التحكم هايو زي ما هو طبعا اتغير عشان الثيم اللي موجود عندنا غير مركز التحكم الايقونات شوي غيرهم الشريط الجانبي متاح جدا جدا متاح وشغال ما في مشاكل ولا في بقز ولا في اي حاجة اموره تمام تمام تطبيق الحماية تطبيق الحماية هندخل على تطبيق الحماية وعلى البطارية والاداء الخط المحسن موجود يجينا على البطارية هتلاقي النظام اللي هو نظام مش رقم نظام كلام عادية سخونة باردة وهكذا هذا الكلام موجود مسرع الالعاب موجود واموره تمام تمام وفتحة مسرع الالعاب زي ما انتم عارفين دائما بعد ما تعمل تحديث بتيجي على محدس تطبيقات الدظام وبتتأكد انه كله محدس عندك بالنسبة للتطبيق الحماية اللي موجود فيه الشريط المحسن وكل اشي هذا هو رقم تطبيق الحماية احطه الكرابة تبعه اللي هو هذا الرقم الجديد اللي موجود الان اخر تحديث واجينا لمشغل التطبيقات مشغل التطبيقات اللي هو هنا في المزيد الحركات كلها هايها كلها امامك المشغل الافتراضي مشغل التطبيقات الشاشة الرئيسية الامور هالي الموجودة امامك تمام تمام وممكن تعمل لا تظهر النص وحجم الايقونة تلعب فيه زي ما انت عايز والان اصبح التطبيقات بدون ايش بدون اسماء فتح وغلق التطبيقات اشي طبيعي فيش يا مسلا تعليجة فيش ولا اي حاجة والامور تمام تمام وبالنسبة لهذا الثيم اللي موجود معنا او الشكل اللي موجود معنا هنيجي الان على تطبيق الثيمات زي انه كل الايقونات اتغيرت ملاحظين انه ولا ايقونة ضلت زي ما كانت سابقا شايف كيف ايقونة تطبيق الثيمات تطبيق الثيمات اللي موجود معنا النظام هذا اللي انت شايفه اللي هو رقم تطبيق الثيمات كمان عشان تشوفه حطولكم الرابط تابعه هذا الرقم اللي موجود معنا اموره طيبة جدا فيش فيه اي مشكلة بخصوص تحديث وتطبيق اي ثيم الشاشة القفل بالنسبة لتطبيق الثيمات شايف كيف ولو سحبت السحبة هاتلاحظ امور تانية هنا وتيجي على الاعدادات هتدخل على وين على المكان الداخلي في الشاشة الرئيسية بالنسبة للعملية كيف العملية اللي هو البطارية وعنك هنا الشكل اختلف بالنسبة لأسماء الثيمات هاي اسماء الثيمات بتخدها وبتحطها عندك بالشكل اللي انا حططها امامك بالنسبة لجهاز الردمي نوت عشرة النسخة العالمية التحديثها قديش على 13.0.10 هذا النسخة المستقرة لكن هذي نسخة مية بايروت لسه والهندي 13.03 والاندونيسي 13.0.4 والتركي 13.0.3 بالنسبة للنسخة العالمية بالنسبة لنسخة المي بايروت لهذا الجهاز اجن نسختين في عندك للنسخة العالمية تلات عشر سفر ثلاث هذي مي بايروت ضلتها واليوم الان لحد عشر اللي الان بشرة عليه هذي لسه لحتى الان للمي بايروت واخر فحص عملته للجهاز اعطانا متين وستة وتسعين الف متين واتناش حاولين بعض اه لو اجينا هنا على الجهاز نفسه هادى الارقام كلها 麗ة ارقام هاي مثلا سي بيو آآ جي بيو آآ الموماري اليو اكس وهذي اللي هو درجة الحرارة لما انا عملت له فحص جهاز زي ستة فاصل تلاتة واربعين بوصة وتلات عشر ميجابيكسل وتمانية واربعين ميجابيكسل هذي اللي هو التلات عشر اللي هو الكاميرا الخلفية الكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية تمانية واربعين ميجابيكسل. معالج الرسوميات اللي هو ادرينو 612. والشاشة 1080 في 20400 اللي هو Full HD+. والكاميرا الخلفية زي ما حكينا تمانية واربعين ميجابيكسل. والاندرويد اندرويد 12. معالج الجهاز اللي هو بسموه Asm6150. ايش يعني? يعني سناب دراجون 6 7 868 هذا المعالج بيجي فيه اللي هو تمنى انوية ستة انوية كيريو اربعمائة وستين سلفر وعندك نواتين كيريو اربعمائة وستين اللي هو اتنين كبار وستة اصغار. بالنسبة للجهاز على المعالج هذا في الاتصال والرسال والاستقبال حتى الواي فاي ممتاز اشارته وفيش فيها اي مشاكل لا تقطيع ولا اشي. اما انت تكون بعيد عن الراوتر وتقول للاشارة ضعيفة لازم تكون يقريبا عن الراوتر هو عادي يعني زي اي جهاز زاني. الاشارة تابعته اشارة فيش فيها تقطيع. اعلى نواة موجودة للجهاز اتنين فاصل اتنين جيجاهرتز. هده اعلى نواة اللي احنا حكينا عنا اتنين كيريو جولد وستة كيريو سلفر. بشكل عام الجهاز اداءه افضل من السابق بالنسبة لهذا التحديث. وهذا ما كان لدينا في خلال الفيديو. ان شاء الله يكونوا استفدتم. لا تنسى الدعم بالاعجاب. ونلتقي في فيديو جديد. وتحديث الامان دربال كل واحد اطناعش. تحديث طازة طازة طازة. ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام.